طالب سكان اللوائي الشوبك والبتراء بإعادة الطريق العام كما كان عليه في السابق عدى تنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية فيه حيث أن عدم إغلاق الحفار بعد عمليات الإنشاء شكل عائقا لسالك طريق والسكان رغم تنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والخدمية للطرقات في لوائي الشوبك والبتراء بهدف رفع مستوى البنية التحتية المقدمة للمواطنين إلا أن بعضا منها شكل عبئا على المواطنين خلال عمليات التنفيذ وصلني معلومات الآن من مدير الأشغال قبل ساعة أثناء التواصل معها فصار على أنه يصير إعادة أوضاع أن تزال الخلطة السمنتية بسماكة 5 إلى 10 سنتي وأن يتم استبدالها بخلطات اسفلتية ساخنة لكي تعود الطريق كما كانت عليه أما بخصوص خط الصرف الصحي الخط الناقل فالمشروع ماشي تقريبا بشكل جيد أنا متوقع أنه خلال فترة قصيرة جدا تتم إعادة الأوضاع ألا أخواننا المواطنين في منطقة اللواء أن يتحملون قليلا لأنه هذه المشاريع أي مشروع ينفذ في أي منطقة لا بد من إيجابيات وسلبيات لكن بدنا نتحمل فترة قصيرة هذه المقبلة الجاي المشاريع المتعلقة بدوصيل خدمات الألياف الضوئية ترك آثارا سلبية على الطريق بسبب عدم إعادته كما كان سابقا ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة سيما وأن بعض الحفريات طالت وسط الشوارع العملية كانت مغالطة بدون أدنى درجة من الإدراك العلمي والتكنيكي في تطبيق هذا البرنامج بدون درجة مراقبة معاينة مراجعة وهذا بسبب مشاكل للسائرين على الطرق هاي وبالتالي السواقين وبالذات وإحنا مقبلين على فترة الشتاء عملية إنجاز المشاريع وتركهم لعيوب في الشارع أدت إلى سيناريوهات حوادث كثيرة وأدت إلى عدم الانتباه من مستخدمين الطريق لظروف معينة فبالتالي تركهم للحفر والجور نتج عنه سيناريوهات حوادث كثيرة لأذة الأشخاص أصوات سكان لواءين تعالت للمطالبة بإيجاد حل جذري للمشكلة المتعلقة بتصويب الطريق من الندوب والحفر بعد تعرض السائقين إلى خطر فقدان السيطرة على مركباتهم أثناء استخدام الطريق وتكرار الحوادث المرورية